السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب الحلوين كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية يا رب العالمين ربنا ان شاء الله يعيد الأيام الكريمة بالخير واليمن والبركات على كل المسلمين وعلى كل المصريين وكل العرب جميعا بإذن الله هنعمل بقى النهاردة النهاردة بإذن الله هنعمل المكشوفة المكشوفة اللي هو الترند الجديد في الكنافة السنية طبعا كل سنة بيطلع لنا ترند جديد في الكنافة نشتريها من بره بلاقي اسعارها خيالية بجد تبقى اسعارها عالية جدا فطبعا بنحاول نحن نعملها في البيت ونطبق نفس الوصفة بالزبط عندنا في البيت علشان تطلع بنفس الطعم اللي احنا بنشتريه بها جهزة وكمان بقى اللي تكلفة ممكنة ممكن نحن نعملها في البيت عندنا طبعا ناس كتير عملتها وكل واحد بيبقى ليه لمسة فيها غير التاني ان شاء الله النهاردة هنعملها باذن الله وان شاء الله تجربوها تعجب بس بقى يا ريت لو عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوش تحطولنا اللايك لان اللايك بيرفع معينا الفيديو وتعملولنا مشاركة كده مع اخواتكم وحبيبكم واصحابكم علشان الكل يستفاد باذن الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونعمل بقى المكشوفة بتاعتنا انا جبت كمية من الكنافة اي كمية الكنافة موجودة عندي كان عندي دول تقريبا ربع كيلو زيادة شوية يعني تقريبا 300 جرام حطيت عليهم معلقتين كبار من السكر اولا الكنافة دي كانت عندي في الفريزر بتطلعيها من الفريزر وتكسريها بين ايديك كده بتتكسر معاك بكل سهولة او لو جايبها طازة ممكن تدربيها في الكبة انا كنت حطاها في الفريزر طلعتها قسرتها بين ايديك كده بقت نعمة جدا معاك زي ما انتوا شايفين كده حطيت عليها معلقتين كبار من السكر البدرة كبار من السمنة السيحة وقلبتهم وخدتهم على النار على نر هاجة كده وقلب فيها كأنك بتحمر شعرية بالزبط يعني ما تشليش ايديك منها هتتتحمر معاك بتبقى زي الفل لو مش كده ممكن تفريديها في صنية وتدخليها الفرن بس كل شوية تقلب فيها علشان ما تتشعودش منك بعد كده بقى جيب معاك كبار من اللبن هحط فيها معلقة واحدة من السكر لان لسه حط في الكريمة سكر وحط كمان عسل للكنيفة فكفاية معلقة سكر واحدة بس الكبات اللبن هحط فيها معلقة من نص من النشا وانا عايزة معلقة من النشا عشان النشا بتاعتي او المهلبية بتاعتي تبقى زي ما هوريها لكو دلوقتي كده بالزبط تبقى مسكة نفسها شوية عشان هي دي مادة الربط اللي هتبقى في الكريمة اللي معانا بعد كده بقى جيب معاك مكعب من الزبنة او معلقة كبيرة كده من الزبنة ناخدهم على النار هاجيا نقلب فيهم لما تبقى معانا الكريمة بالشكل ده او المهلبية بتاعتنا تبقى معانا بالشكل ده بعد كده جيب معايا معلقتين كبار من السكر وعليهم نص كباه من المياه ويريت المياه تكون مياه متليج علشان تدينينا نتيجة مظبوطة كده في الكريمة المهم هنضربهم شوية كده لحد ما السكر يتقلب شوية مع المياه وبعد كده ننزل عليهم بمعلقتين كبار من الكريم شنطيه ومعنا كمان معلقة من لبن البودر ولو ما عندي كيش لبن بودر ممكن معلقة كبيرة من البستري كريم او معلقة كبيرة من القشطة يعني احنا عايزين اي حاجة تدي الكريمة بتاعتنا غنيوة علشان يبقى طعمها جميل كده ومميز في قلب الكنافة اللي معنا او في قلب المكشوفة بتاعتنا احنا بقى كده ضربنا الكريم شنطي ونحط بقى معلقة اللبن البودر حط معلقة اللبن البودر ونضربها بقى مع الكريمة لحد الكريمة ما تتمسك معي نضرب بقى الكريمة بتاعتنا ضرب كويس ونطول بالنا عليها شوية لحد ما تتدري هي بتاخد شوية وقت كده لحد ما تجمد معي والحقيقة انا ما بoudرباش مرة واحدة انا بضربها و بريح المضرب بتاعي شوية و برجع اضربها و برجع رايح المضرب شوية علشان برضو المضرب ما يسخنش معي بعد كده بقى الكريمة بتاعتي بردي تهل الكريمة اللي انا كنت عامليها ولازم ان تكون بردة جدا لنفعش نزيلها سخنة على الكريمة لكي لا تفصل معي ونزيلها على الكريمة ونضربها وبجد الخريط تعمه تحفة بجد جميل جدا هضربهم بقى درب كويس جدا مع بعديهم حتى يندمجوا كده مع بعديهم وبعد ما هضربهم مع بعديهم هجيب كباية من الفراولة كباية من الفراولة مقطعها كدع صغيرة وهقلبهم مع بعدي تقليب كويس جدا الكريمة مع الفراولة وطبعا أنا علشان على طول بنسة فكان المفروض أخد معلقتين كريمة قبل ما حطت عليهم الفراولة طبعا أنا نسيت الموضوع ده فحطيت الفراولة وعلى طول افتكرت الحمد لله رب العالمين إن أنا مخدتش الكريمة فروحت امتخر الفراولة شوية ورحت واخد الكريمة زي ما انتوا شايفين كده قبل ما أقلب فيها الفراول الكريمة دي هحطها على وش المكشوفة بتاعتنا هناخد معلقتين ثلاثة كده من الكريمة وبقى الكريمة بقى هنقلبه مع الفراولة اللي معين طبعا بقى نقلب الكريمة مع الفراولة تقليب كويس في قلبي بعديها كده ونركنها كده بقى ونجيب الكنافة بتاعتنا الكنافة طبعا اتحمرت زي ما قلتلكو حمرناها على نار هادية زي ما بتتحمر الشعرية بالزبط مع التقليب المستمر ما بتشريش ايدك منها خالص عشان لو شلت ايدك منها تشعوط منك في سوين مش عايز تحمريها بالشكل ده زي ما قلتلك روح يحطها في صانية كده او في صاج ودخليها الفراولة بس على طول تقلبي فيها عشان ما تشعوطش منك برده المهم جبت بقى الكنافة معايا سخنة كده وروح تجايب عليها كوباية من الشربات الشربات دوان طبعا احنا عاملينه مع بعضين عاملها في فيديو شورتيز مدته خمستاشر سنية ممكن تدخلي تشوفي عاملين الشربات طحفة بنعمل الشربات ونجهزه مرة واحدة بدلما كل ما نيجي نعمل حاجة حلوة نعمل لها شربات مخصوص بعد كده بقى جيب صانية وحطت فيها كيس بلاستيك او ممكن استريتش راب لو عندك هم في العاج انه هم بيحطوا كوباية في نص الصانية عشان يخلوا المكشوفة تبقى مكشوفة يعني مفتوحة من النص انا بقى مش اخليها مكشوفة انا خليها مصطورة وهقفلها هقفلها وخليها وزي ما بقولكم بتبقى مصطورة بس هقفلها في الصانية بالشكل ده كده وانا جاي بصانية مدية شكل برضو كويس عشان تديني شكل حلو للمكشوفة بتاعتنا او المصطورة بقى نقول عليها المصطورة المهم هنحط فيها الكنافة بالشكل ده كده وهحاول ادخل في حروف الصانية عشان تديني الشكل بتاع تدويرة الصانية بعد كده بقى هروح مننزل عليها بالكريمة بالكريمة اللي معايا اللي هي الكريمة والفرو بس طبعا بنخلي رئات الكنافة خفيفة يعني بنخليش الراء تخين عشان تبقى الكنافة طرية معين أو تبقى الكنافة مشدة معين بعد كده بنساوي عليها الكريمة بتاعتنا ونجيب بقى الكنافة اللي معين ونروح مقفلين عليها وبالشكل ده تبقى مستورة ما تبقاش مكشوفة بنحط المستورة بتاعتنا طبعا في التلاجة يعني تقريبا نص ساعة كده ولا حاجة الحدي بس ما تهدى معينة شوي ونقفلها ونشيلها في التلاجة نص الساعة كده ان شاء الله ونجيبها وزي ما بقول لكم الشربات لما بيبقى جاهز عندك في التلاجة بصراحة بيوفر عليكي وقت كتير او ما بيخليكيش تكسالي عن عمل الحلويات لقى الشربات جاهز معاك اي نوع من انواع الحلويات عايزة تعمليه بتطلعيه على طوله وتروح يعمله ان شاء الله احنا عملله فيديو حلوة اوي فيديو شورتز جميل ان شاء الله تدخلوا عليه ان شاء الله يعجبكم للحلويات بتاعة شهر رمضان ياريت بقى تبقى تدخلوا عليه واتدعمونا كده في ان شاء الله يعجبكم جدا بازن الله طريقة عمل الشربات ان احنا نسيبه ونشيره ممكن يقعد من السنة للسنة معين هيبقى زي الفل بازن الله المهم بقى ريحنا المسطورة بتاعتنا او المكشوفة بتاعتنا زي ما تحبين بقى تسموها سموها ريحناها كده نص ساعة في التلاجة وجبناها وطبعا الكيس ده احنا كنا حطينه في الصنية دول بيسهل علينا قلب الكنافة يعني بدا ما عندي كيس صنية من اللي بتتفتح وتتقفل لا ده بقى يبقى سهل جدا ان انت تشيله على طول الكيس من الصنية هتلاقي الكنافة تلعت معاك بكل سهول هنقلبها بقى في اي حاجة زي ما انت شايفة كده وبقى الكريمة اللي معنا اللي حطيناها في كيس هربح منزوئين المكشوفة بتاعتنا او الكنافة بتاعتنا او المصطورة بتاعتنا زي ما انتو حابين بقى تسموها سموها نزوئها بالشكل ده واحطي شوية كريمة كده في الجناب عشان بقى نكمل بقى الزواء بتاعتها او التزيين بتاعتها ان احنا نحطي لها كمان فراولة علشان كده بحطي لها كريمة في الجناب عشان نسبت عليها الفراولة الفراولة انا جايبة فراولة ومقطعها انصاف يعني انصاص كده سليمة هناخدها نزوئ بيها الكنافة بتاعتنا او المكشوفة بتاعتنا زي ما انتو شايفين كده انا حطيت الفراولية سليمة زي ما انتو شايفينها كده بالضبط قدام الكريم تحس ان هي زي بوليت ايس كريم او زي بسكوتة ايس كريم كده بسكوتة ايس كريم واليس كريم طالع منها زي ما انتو شايفين كده يعني علشان تدينا شكل جمالي وزي ما انتو عارفين طبعا ان العين بتاكل قبل البقر زي ما انتو شايفين بالشكل الجميل اللي معنا ده والله شكلها جميل وتحفى مش هين علي ان انا قطعها بس بقى في الاخر طبعا قطعناها وطبعا جبتلكوا حتة في اول الفيديو لما قطعتها كان شكلها عامل ازاي من جو جميلة جدا ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم باذن الله لو عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بقى في القناة باللايك والاشتراك وبالهانا والشفا ورمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته